إذا خدمته بالكوليس العادي ماشي الكوليس هيدروليك غادي خدمولك باللاطي وغادي نقص لك في 400 درهم أما إذا خدمته بالمدف فالثمن دياله غادي يكون أقل بكثير السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا بخير والأخير الفيديو ديال اليوم غادي نقربكم فيه من ليفاسك بالبلكارات ديالهم اللي كيساعدونا في تخزين وتنظيم ديال الحمامات وأيضا كيعتونا وحدة جمالية كبيرة لهذا الحمام غير هو السؤال لي كيبقى نتروح دائما شنو هي أحسن بلكارات اللي نقدرون ديروه في هاد الحمامات واللي تصبرنا للماء والبخار والحرارة لهذا في هاد الفيديو غادي نشارك معاكم أنواع أناقة كتصبر ومضادة الماء والرطوبة والحرارة وبالنسبة هاد الأنواع هادي هي ديال الشركة ديال ووديا بمدينة تمارا وكتوزع في جميع الموضوع المغربية وكيما سبق لي شاركت معاكم بالنسبة هاد البلكارات كيتخدموا بجوج أنواع ديال ليفاسك كينا النوع الأول وهو الكوريان كيما كتشوفوا معايا هنا في هاد الفيديو بالنسبة هاد النوع هاد ديال الكوريان كييجي أكثر من رائح غير هو المشكل دياله الوحيد أن التمن دياله غالي بالنسبة التمن دياله ابتداء من خالف من 5000 درهام القياس ديال كيكون بين 80 سنتيم حتى 90 سنتيم أما بالنسبة النوع الثاني فكيكون الفاسك دياله ديال السيراميك ديال الإسبان طبيعية الحل نوع ممتاز وبالنسبة هاد الأنواع اللي الفاسك دياله السيراميك بالنسبة التمن دياله تزاد شوية بحكم أن المواد الأولية اللي كتخدم بها الشركة تزادت يعني تزاد التمن ديال هاد ديال الفاسك اللي كيخدموا به ديال لاتي أيضا حتى ديال السباغة ولكن على العموم كتبقى الأتمينة ديال هاد الفاسك جيد مناسبة بالمقارنة مع الصح والعمل دياله بالنسبة التمن ديال الفاسك للقياس دياله السين سنتيمتر الفين وربعمية درهم والفاسك للقياس دياله تمانين سنتيمتر الفين وستمية درهم ولكن إذا بغيتي أتمينة أقل من هاد التمن هادا غادي تنقص شوية في الجودة مثلا الشركة كتخدم هاد البلاكارات بالكوليس هيدروليك إذا بغيتي التمن أقل غادي تقدار تخدم لك الشركة يعني بنفس الفاسك ديال الإسبان جودة مزيانة وبنفس اللاتي يعني اللاتي 100% بلاكار كامل باللاتي ولكن بالنسبة للقوليس تخدموه ملك بالقوليس العادي ماشي الهيدروليك فهاد الحالة هادي غادي تنقص لك 400 درهم في الفاسك وأيضا إذا بغيتوا تخدمو البلاكار بالمدف ماشي باللاتي غادي تقام عليكم كامل غير ب1000 درهم ولكن كنصحة مني جميل إخوان المتابعين ديال القناة بالنسبة هاد البلاكار ديال الحمامات بلا ما تشطروا فيهم كيما كتشوفوا معايا هنا يا شركة كتقدر تخدم لك حتى هاد البلاكار اللي كيكونوا معلقين في الحيط سيسبوندي تاوما كيساعدوكم بزاف على التخزين كيما قوت لكم يعني بلا ما تشطروا فيهم زيدوا شوية ديال الثامان وتخدموا شي حاجة اللي مزيانة كيما كتشوفوا معايا هنا يا يعني هاد المجورة يكونوا بالقوليس هيدروليك باش ما كتصدوا لكم مش لأنه في الحمام كتكون الرطوبة كيما كتعرفوا وأيضا حتى بالنسبة لبللاكارات ديال الامدف ما نصحكمش به إذا كنتوا غادي تركبوه وسط الحمام ديالكم ما زال إذا كنتوا هاتخدموا هاد الموبل خارج الحمام ماشي مشكلة ولكن وسط الحمام من الأحسن تخدموه باللاتي كيما كتخدمو الشركة تبارك الله يعني كتخدم باحسن أنواع ديل اللاتي وأيضا في المراحل الأولى ديل السباغة ديل هاد البلاكارات الشركة كتدير واحد المادة اللي الاسم ديلة النانو بالنسبة هاد المادة هده كتكون لازجة وأيضا كتكون شفافة كتدير قبل من السباغة كتحمي مزيان هاد الخشب ديل اللاطي ومن بعدها تقدر السباغة النهائية اللي حتى هي كتزيد تحمي هااد الخشب ديلال autour اما بالنسبة للخشبي اللون ديال الشين او اللون ديال النوايي فهي كفية المادة اللي كدر في اللول ديال النانو را كافية انها تحميم زيان هاد اللي بلا ما يزيدو الصباغة وكيما كتشوفوا معي هنايا المراحل ديال التركيب ديال الموبل بطبيعة الحال كيكون التركيب ديال الموبل هو اللول عد كيدر فوق منه الفسك وبالنسبة هاد الموبل هادا كتقدر تختار اي ديزاين بغيتي يعني تقدر تمشي مثلا المعارض اللي كتكون كبيرة وكيعجبك الديزاينات دياله وتاخد واحد الصورة وتعطيه الصورة اللي بغيتي والشركة كتخدم لك عليها وكتخدم لك باللاطة كيما كتشوف معايا يعني كيكون الصحن والآمل والديزاين في نفس الوقت بالنسبة هاد الموبل طلعت فيها الخدمة والديزاين دياله وتلعزوين بزاف تدار في هاد اللي نيش تقدروا تحطو فيها الشميعات او لا اي داكور بغيتو بالاضافة هاد المجورة اللي غاد يقونوكم على التخزين بالنسبة الكوليس هيدرولي كيما كتشوفوا معايا وايضا بالنسبة اللي بواني انتيجري اللي كيزيد ويعطونا الجمالياء ان هاد الموبل وبطبع الحال بالنسبة هاد البلاكارات وكيما كنقول لكم دائما من الاحسن يكونوا معلقين يعني مهزوزين على الارض باش ما يتكونوا كتسيقوا الحمام ديالكم او لا اذا ترشلكم الحمام ديالكم بالماء ما يتقاصو لكم شمل تحت وايضا بها الطريقة كتقدر مولا تدار حتى تنضف من تحت هاد البلاكار بكل سهولة وما كتراكمولاش الاوساخ من التحت غير هو بطبيعة الحال غاد ينفكركم كيما دائما ما يتكونوا كدوزوا لانستالاسيون ديال الماء وديال الواد الحار غاد طلبوهم بلوم بيو وغاد تقولولو بي ان احنا غاد ينديرو واحد الفاسك وواحد الموبل ديالو مهزوزين على الارض يعني لا انستالاسيون يدير لكم في الحيط ما يدير لكمش في الارض باش مني نجيوا وديرو هاد ليه موبل ما تلقوش مشكل حس بزر ديال الاخوان كيبقوا حتى الاخر وكيعجبوهم هاد الانواع ديال ليه فاسك ومنك يمشيوا كيلقوا بانا الانستالاسيون ديالهم عندهم في الارض ما شيف الحيط وكيضطروا يديرو الموبل نزل حتى الارض وغاد يت كارفصلهم مع الموضة هادك الموبل انا كنحاول في اي فيديو نعطيكم شي تفاصيل دقيقة ومهمة اللي كتنفعكم اكيد في الاصلاح ديال المنازل ديالكم وبزاف ديال الاخوان بسبب هاد الفيديوهات فادة وعدة اخطاع يعني تفاصيل هي صغيرة وبسيطة ولكن اذا ما ارتهاش في الول كتأدي الثامان والثامان كيكون غالي من بعد ومن الايجابيات ديال هاد البلاكارات اللي كتخدمهم عند هاد الشركة يعني كيكونوا مخدمين على اليد ماشي واجدين بالاضافة الى الجودة والصح والعمال لاننا كتخدمهم باللاطي وكتخدمهم على اليد ايضا يعني مني كتكون عندك واحد لازباسلي الصغير في الحمام ديالك تقدر مثلا تعيد الدور في ايد حوا longer المعارض وما تلقاش هادك القياس اللي بغيتي وخصوصا في بعض الانواع اللي كيعجبوك ولكن مني كتخدمون بها الطريقة يعني كتقدر تاخد ديزان اللي يعجبك جيبت صورة ديالو كتعطيين الشركة وفنفس الوقت كيخدم لك بالقيس اللي عندك في الحمام ديالك يعني ك تكون ديرتدي ديزان اللي بغيتي وفنفس الوقت بالقيس اللي عندك مثلا في الحمامات اللي كيكون وسط غرف النوم كتكون المساحة دياله مضيقة هذك الحمامات وكنبغيوا بالإضافة ندوش نديروا وحد الفاسك اللي هو صغر ولكنني كندورو في المعارض ما كان لقوش القياس اللي ناسبنا وكما كتشوفوا معايا هنا يا وحد الفاسك اللي هو صغير تقريبا القياس دياله 13 في الطول والعمق دياله غير 25 سنتيمترا يعني القياس دياله جت مناسب بالنسبة للحمامات اللي كتكون صغيرة كيما قلت لكم خصوصا الحمامات اللي كتكون عدنا فورة في النوم وفي بعض الأحيان بزاف ديال الإخوان كيبغيوا تكون عندهم طوالت مستقلة والحمام مستقل ولو أن المساحة ديال هادك طوالت تكون صغيرة كيبغيواها مستقلة وكيبغيوا بحل هاد الفاسك هاد اللي يكون صغير اللي يجيهم تمه وكيقلبوا وما كيلقاوش وبالنسبة الثمن ديال هاد البلاكار بالفاسك دياله بـ 1200 درهم وهده بوصلنا النهاية ديال الفيديو نتمنى يكون أعجبكم والسفت تمنو ما تنسونيش من لايك ما تنسونيش من التعليق الجميلة ديالكم بالنسبة الرقم الهاتف غادي نخليه لكم في الصندوق ديال الوصف وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل وبسلام عليكم في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله